اشتركوا في القناة 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 في أستاذ مختار التيتش قبل السفر بساعات في أستاذ مختار التيتش كنا شايفين منظر رائع لجمهورنا الجميل واللي بيساند فريقه حتى اللحظات الأخيرة شفنا في المباراة الأولى هنا في أستاذ بورج العرب كنا مساندين جمهور كان مساند بشكل كبير لأنه شايف أن الفريق ما بيأثرش آه في أخطاء والأخطاء تحولت لأهداف فينا ولكن إحنا ما أثرناش اللعيبة ما أثرتش غاية آخر دي كان فيه شكل مميز للفريق كان فيه شكل رائع فبالتالي إن شاء الله نتمنى كمان أن هما ما أثروش حتى بغض النظر عن النتيجة عدم التقصير بالنسبة للعابين بيخلي جمهور إلى حد ما متقبل أي شيء منهم إن شاء الله بأمر الله يبقى فيه توفيق كبير وكابتن حسام البدري هو بيتكلم حتى قبل المباراة الأولانية كان بيتكلم أن النتيجة سوف تحسم في تونس في رادس وهو ده الكلام العاقل وكابتن حسام بيأكدهم به النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي النهاردة إن هو قال إن المؤتمر الصحفي في القاهرة أو في إسكندرية إن المباراة سوف تحسم في تونس وليست في القاهرة فبالتالي مباراة القاهرة كان فيه نتيجة ولكن طبعا النتيجة الأخيرة سوف تحسم فيه المباراة التانية أو الجزء التاني من أشيط التاني في هذه المباراة المرتخبة أو زي ما قلنا هو نهاء مبكر كان نهاء مبكر ما بين الفرقتين لأن اللي هيعد المرحلة اللي جاي أو المرحلة بتاعت مباراة الغد هو الأقرب للفوز بهذه البطولة المحببة دائما لفريق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي نتمنى طبعا التوفيق طبعا المهندس محمود طهر وتواجده في تونس ومؤذرته بشكل كبير للفريق كان موجود واتكلم طبعا عن الاستقبال الرائع من الجهات التونسية طبعا ونادي التراجي التونسي والعلاقات القوية ما بين الناديين وأكيد واصخ بشكل كبير وده كلام نهاء محمود طهر في اللعبين ومواصخ من المواقف الصعب الموجود إن اللعبين دايما في المواقف الصعبة بيبقوا موجودين وبشكل مميز وعنده أمل بشكل كبير في المباراة إن حالة الفوز توصلنا بأمر الله يعني هو محمود طهر بتفائل وده حلو جدا إن احنا كلنا تفائل سواء بقى مجلس إدارة جهاز فني اللعبين ولكن زي ما بقول لكم الاجتهاد وبذل الجهد داخل الملعب هو ده اللي بيترجم حالة التفائل دي اللي هي حالة فوز ويخلينها طبعا في حالة مميزة كل التوفيق لفريق النادي الأهلي دايما دي هي دي اللغة اللي موجودة دايما بقول التوفيق هو ده التوفيق لأنك انت بتبقى في وقت من الأوقات محتاجة وصلنا كتير في المباراة الأولى ولكن ما أحرزناش هي دي حتة التوفيق نتمنها يا رب بالدعو بأمر اللي أيضا سعد سمير بنتطمن عليه بعد كلام كتير هيلعب مش هيلعب في إصابة مفيش إصابة ولكن تطمن عليه خلاص بشكل كبير إن سعد هيبقى من اللعبين الموجودين في التشكيل الأساسي بأمر الله بجانب طبعا رمي ربيع ومحمد نجيب واللعبين اللي اختاروا مكاد حسام البادري في خط الدفاع نقطة إن انت توصل للا خطأ في هذه المباراة لازم يبقى موجود زيره خطأ لإن شاء الله من خط دفاع أو من خط الوسط ده اللي احنا نتمنى طبعا زي للتوفيق للفراودة أو اللعبين اللي بيهاجموا حتة إن النص فرصة تترجم لهدف هو ده اللي احنا نتمنى من اللعبين ولكن زي أقول لكم خط الدفاع عليه بكرة عامل كبير جدا مع شريف إكرامي وخط الوسط طبعا حسام عشور أو عمرو صليا أيا كان منها يلعب في خط الوسط نتمنى طبعا حتة إن ما بقاش فيه أخطاء تماما يا رب بأمر الله بكرة يبقى الهدوء يبقى الثقة يبقى حتة إن أنا أبتدي بداية مميزة أباين الفريق اللي قدامي مهما كان هو كبير مهما كان اسمه إحنا برضو اسمنا الأهلي إحنا الأهلي دايما ما بنخافش دائما بنحقق نتايج جيدة في المواقف الصعبة خير الأرض هو دا اللي إحنا دايما متعودين عليه من لعبتنا ودايما متعودين عليه من خلال طبعا تواجدنا في البطولات الأفريقية وزي ما بيقول لكم الاجتماعات اللي موجودة من مهندس محمود طاهر للعبين من كابتل حسام البدري للعبين طبعا كابتل حفيز كمدير كورة للعبين واللعبين مع بعضهم سواء بقى صنائيات أو جماعيا لأن فيه اجتماعات كتير بتحصل في هذه المباراة الصعبة كلهم بيأكدوا على أن بكرة فرصة مميزة جدا ترجع بنتيجة إيجابية صدقوني الجمهورة هي بقى سعيد ممكن نستقبلكوا إن شاء الله في المطار بأفراح ويعني شاهز أقول لكم طبعا جمهورة أهل انتوا عارفينه كلعبين عامل إزاي في حالة أن انت بتاخد مباراة صعبة زي كده لكن إن شاء الله كلنا أمل كلنا تفاؤل بهذه المباراة طبعا من خلال اجتهادكوا في هذه المباراة زي ما شايفين طبعا ورايا جمهور النادي الأهل العظيم دائما موجود في مقترد تيتشي في الاستيات في كل حتة مساند للفريق دائما باستمرار ممكن النهاردة كان في مباراة في الدولة الممتاز بقى قبل يعني ما هاخد أروح لفاصل طبعا كلامنا عن المباراة لسه مستمرة مع أستاذ خالد العشري النقد الرياضي الكبير هتكلم عن فرص النادي الأهل غدا أيضا معنا فقرتين أيضا كابتن شريف يعني حتى الساعة 12 موجودين معاكم نتكلم عن المباراة مع نجوم النجوم الكرة في النادي الأهل أيضا كابتن ناس الريان كابتن شريف عبد المنعم يعني مجموعة من نجوم النادي الأهل لكن كابتن جمال السيد طبعا عندنا النهاردة بطولة الدوري كان فيها حتى الآن في مباراة طبعا شغالة المصري والزمالك وزي ما يقول الموسم السنة دي مختلف تماما يعني بداية رائعة من فرق ممكن تكون السنة اللي فاتت كانت بتنافس على هبوط وتعلمت الدرس زي طنطا نهاردة لعبة مباراة رائعة أمام ودي ديجلة وفوز 3-1 أيضا نهاردة المؤولين بفوز 3-2 على الاتحاد السكندري حتى الآن المصري فيه فايز على نادي زمالك بهدف للا شيء فبالتالي دوري مميز دوري قوي هذا الموسم لكن طبعا إحنا مركزين بشكل أكبر في مباراتنا غدا مبارات الترجي والأهلي إن شاء الله الوصول للدور قبل النهائي من خلال هذه المباراة كل ده نتمناه بأمر لكن إحنا يمكن أسبوع اللي فات عملنا مسابقة خاصة طبعا باستادي الأهلي كان السؤال كان عن كم عدد مرات النادي الأهلي يوصل لكأس العالم وكان طبعا الجواب خمس مرات النادي الأهلي وصل لهذه البطولة دائما ولكن طبعا فيه اتنين جابة صحيحة نختارناه كان فيه عدد كبير طبعا من جمهور الأهلي وده التواصل دايما ما بيننا وما بين جمهور الأهلي سواء على الصفحة أو من خلال طبعا القناة لكن اتنين فاخترنا اتنين صفيروز أيمن وأحمد سامرة هيستلموا طبعا هديام وده يمكن النهاردة هيكونوا موجودين معنا موجودين معنا طبعا في هنا قناة النادي الأهلي دائما هي المصدقية دائما من قناة الأهلي الدائمة لجمهور أهلي وإحنا دايما مستمرانا بنخاطب جمهورنا الكبير ودايما متواصلين معهم فاصل واستقبل أستاذ خالد العشري ترجمة نانسي قنقر